يو 7 باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز في في 19 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته معكم اليوم مقطع جيميس ستحداث في الدرافت أنا في هذا المقطع تحدي جدا أسطوري وجدا رهيب ما كان خطر على بالي لكن مبارح أعلنوا رسميا عن العشر مرشحين لجائزة The Best أو أفضل لاعب بالعالم وبالتالي كان فيه يعني مرشحين جدا أكتار وفي بعض اللاعبين كنت متوقع أنه يترشحوا للأسف أنه ما ترشحوا فالدرافت اليوم رح نحاول نبني التشكيلة من العناصر اللي ترشحت لجائزة The Best طبعا رح أطلكم صورة قدامكم للعناصر اللي ترشحت من أبرزون طبعا ميسي وكريستيانو كل عادي كل سنة بيترشحوا وترشح محمد صلاح ترشح ماني من ليفربول أيضا كليا لمبابي وترشح ديليخت وديونغ وكذا لاعب وايدن هازرد أيضا ترشح بصراحة في كتير لعبين ممتازين كنت متوقع بصراحة بعض اللعبين يترشحوا يعني مثل برناردو سلفا و أليسون بيكر كنت متوقع أن يترشحوا لكن ما رشحوا لهذه الجائزة لكن والله كانوا يستهلوا لو يترشحوا يعني حتى لو ما فاز بالجائزة لكن بستهل أن يترشح لجائزة أفضل حارس بالعالم مثلا أو أفضل لاعب بالعالم يعني أليسون بيكر بالذات حصل على لقب دوري أبطال أوروب وحصل على لقب الكوبة أمريكا مع المنتخب البرزيل وقدم أداء أسطوري فاحرة بصراحة أنه ما يترشح من وجهة نظري فبنونا بلا ندد عكم بالليك واشتركوا بالقناة أزا ما كنتم تشتركين وصلوا على 20 ألف لايك مش هنزلكوا التحدي الجديد وهمشي يشتركوا بالقناة القريبا جدا رح يكون لما نوصل نصف مليون فاشتركوا بالقناة أزا ما كنتم تشتركين خلينا ندخل الآن ونشوف التشكيلات اللي عنا ومنقول بسم الله مندخل أوكي يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم يلا أربعة ثلاثة ثلاثة هجومية محتاج خطة في أجنحة ضروري جدا مشان لأنه فيه ماني فيه هازارد فيه صلاح فيه ميسي فيه كذا لعب يعني فأخذ الهجومية ولا هاي المحافظة هاي أفضل كتناغم وستطلع لي ديونج بالس دي أم بيكون يعني ممتاز أوكي بسم الله منشوف البداية وعندي توريس وعندي آريان روبين والله يشوف ما بدي روح مركز الجناح اليمين لأنه صلاح ممكن يطلع لي فيه وميسي فرح أخذ الست تمام والله فرناندو توريس بطاقة جدا الصورية وما جربتها بدي جربها هون أكيد أكيد رح يطلع لي صلاح وعندي مبابي وعندي ميسي وعندي فيغو خليني يمشي مع البطاقات العادية تمام وناخد الليونج ميسي هاي أول لعب من المرشحين يا رب نيمار طيب هون يلا آه حرام أوكي عنا الساني والله طاقة أسطورية بصراحة فرح أخذه طيب يا حبيبي ولا حط بالتشكيلة نركز شوي عموضوع التناغم لأنه كل مرة بينكبنا هذا الشي برناندو سيلفا ليش ما ترشح ما بعرف والله يا حرام ما يترشح أخذ مع البرتغال بطولة وأخذ مع المانشستر سيتي يعني حركات المفروض يترشح كمان يعني هو ومحرز وأليسون شفت أنه المفروض كانوا يترشحوا فأوكي هون طبعا ما في ولا لاعب شوف سدي امبركي بجيني ديونج يورب يورب ديونج أوكي شكرا في اللايني شوف الطاقات والله حلوة الطاقات خلينا ناخذه يلا طيب شوفنا السيبي اليسار في فاندايك وفي ديليخت. يلا واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. بس بدي واحد من الاثنين والله ما يطالب الشيء المستحيل. دائما فاندايك بيجي طيب بالدرافت. بس لما انا اجيت اعمل تحدي ما اتطلع اللعب بالدرافت. وطبعا هلا بيطالي مارسل له الازرق. وانا ما لي محتاجه. اولا ما اطلع حتى. طبعا احنا محتاجين اللعب اللي مترشحين للجائزة. تمام يعني لحد الان ما عندي غير ميسي فقط. اي ريبري. كريزمان. اه ما في اي حدا من هون مرشح للجائزة. ناخد ريبري على كل حال. خلينا نكمل. يا رب يجيني بقى. شي من المرشحين. كريستيانو طيب. طيب هادا النظام. هادا النظام. ماشي. عادي 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 عادي. انا ما عندي مشكلة يلا. اوكي امبابي طيب صلاح. صلاح سبا وتسعين تعالي حبيبي تعال تعال. اوكي ميسي رح بنزله على الجناح اليسار والامور كلها تمام. هاي عندي لعبين. حلوين. امبابي الدالد يا السلوم. حلو. الحمدلله كلهم مهاجمين. الحمدلله. يلا هلا ما يجيني كمان. واخيرا والله تلت لعبين عدد حلوها. وهي سرابيا دوري اسباني. اه ما في مهاجم دوري انجليزي طيب. كان بدي مهاجم دوري انجليزي يزبطلي الوضع. شوي يعني بس ما يبدو انه فيه. طيب والله التناغم ضايع. تمام. يا رب يجين شي ايكون يزب التناغم طيب. بيب بستة وتسعين يا الله. شو صار باللعب كلهم صاروا اقوياء فجأة. جوردي ألبا وليتون بينز وقودين. اوكي لا لا لا. هون لازم اتأمل شوي. رح اخد جوردي ألبا. ممكن شوفوا فكرة غبية بس رح يشبك اخضر مع سرابيا. بيكون ممتاز. الحارس ما في اي حارس ترشح. مع انه المفروض اليسون يترشح. ايدرسون يدخل. يا اضعف واحد ثلاثة وتستعين يا جماعة شو هالقوة. او ماي جود. والله نشوف اذا باخد اللي هو ايدرسون. الحلو انه لبورتي بيصير تناغمه كامل. مشكلة بس بدي اخد دخية لانه دخية اسطوري. خلينا ناخده. شوف الاربي يارب يجيني شي لعب اسطوري. ايكون ولا شي. نسله واو حلوين حلوين. في حد رح بياخد تناغم. هذا اسباني. هاي مشكلة بقى. هاي مشكلة. اوكي ممكن اني ااخد اخوان فران. والله هي فكرة ممكن تكون شوي غبي. لا 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 هاتوالكر هاتوالكر. اوكي هيك افضل شي بصراحة. تنين وتسعين المعدل والله معدل فخمة. وعندي تلت لعبين من المرشحين. عدد حلو. اوكي هذا الحارس. وبقى لي تلت لعبين. يا عربي يجيني بس واحد كمان زيادة بس واحد. اه هيكوين اكيد معلوم رشح. اووو مهاجم دوري انجليزي. وارجنتيني بيشمك مع ميسي كمان. يو السلام هذا يعني افضل شي ممكن الواحد يتمنى. والله شي رهيب. اه جيب هادة هون. ايه ليش ان ما عدل هيك نزل. طيب جيب ساني ما بيرجع. ايوة اتنين وتسعين. والله كافو يا جماعة. حلوين. يلا يلا كمل. اوو والله كافو حلوين. عنا روبرتسون. اه عنا الانجليت. والله الانجليت ممتاز. اذا بحطه بيشبك مع جوردي ألبا. ومع لابورتي كفرنسي. بس يعني بشكل عام ما رح تفريق معنا زيادة. خلص خلينا ناخد اللي هو روبرتسون. وبيبقى لي حارس اخير. اي حارس بيجيني ما رح يلعب الا ازا كان يعشيني يمكن. اوكي. لو كان اليسون مرشح كنا رح نضطر نزله كاساسي. لكن بشكل عام والله التشكيلة. يعني حرق رح بتكون. تشكيلة جدا رائعة بصراحة. بس محتاجة شوية تصبيت طلالي تلت لايبين. عادة جيدة بصراحة بالنسبة لي. فخلينا نضبط الان تشكيلة عقدر الامكان. وبعد رح ارجع لكم. اوكي جماعة هي التشكيلة النهائية. الحلو انه دفاعي كله اخد تناغم كامل. هذا شي جدا قسطوري وصعب انه يصير يعني. لكن الحمدله عمي حسنا نعمل هذا الشي. بدنا مدرب سواء دوري اسباني او دوري انجليزي. ان شاء الله يجيني واحد من الدوريين. ايوا بوتشتشينو اسباء ارجنتيني. ودوري انجليزي. بيعطي له ميسي. فهيك تسعة وتسعين ما في واحد يوصل مية طي. لا الطمع يعني مو حلو. خلص هات بوتشتشينو والله يتشكيل لناري جماعة وعجبتني في لعبين جدا رائعين. على كل حال عندي صلاح تيم اوف دا سيزن شي جدا قسطوري. خلينا الان ننطلق على المباراة وان شاء الله مبدع انفوز بهذا التحدي. اوكي بيوصل الخصم. انا اخد اي طعم بالطبط. اخد طعم ريال مدريد. هو طعم شوي غريب اول مرة بشوفه اصلا. خلينا ندخل ونشوف شكيلته. يا رب ما تكون هالدعس بزيادة يعني. لازم ننزل نحنا. او ماي جاد يا الله. شوف هو عنده فاندايك وعنده هازارد. تمام. اللاعبة. عنده روبين ارين روبين رويس. او ماي جاد. طيب على كل حال نحنا لازم ننزل مبابي رح نزله اكيد مكان هي قويين ما رح طلق اي حدا تاني. اه في اللايني كمان ما بدي ايضل بالملعب. المشكلة مكان مين بدي نزل مكانه رح نزل بيبي. كمان بيبي جيد يعني ممكن يكون. فهيك عنا ثلاثة لعيبة من المرشحين والثلاثة بمراكز الهجوم هاد الشيء الاسطوري. مشكلة بدي خلي ميسي يعني رح خلي ميسي راس حربي وخلي مبابي على الجناح الي اليسار. بما انه بيشوط على اليمين المفروض انها جناح اليسار يكون ممتاز. فبظن هجومنا ممكن يبدع بصورة كبيرة. فخلينا الان نبدأ المباراة. وان شاء الله نحسن نفوز بهذا التحدي. يا السلام. سرعة. او ماي جاد فلاني هرب يا جماعة. فلاني هرب. اوه يا شين الكلب. طيب والله فلاني يعني ايه ادى اللي عليه. الله بسم الله يا رب يا رب واحد بس. يالله حلوة. اوه صعبة صعبة وين. بسم الله. حلوة هاي حلوة حلوة يا الله يا اخي دي يا شين شو هاد. لا مرة تانية مرة تانية مرة تانية واخيرا نفس اللاعب ونفس الرأسية وهدف الاول. يوش عن الاجوام والله ما اقام تديل لسميني بس هو اللي اعمل من حاله اللاعب. يا الله شاطع ازاوة تانية صاله بتمرة. رح 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 أوكي أوكي, أوكي أوووووووووووووووووووووووووший الهام ايوا يون فابي هاي هو الهدف من اللاعبين المهشحين شيئ جداي Claes i would watch the girl 5DREADQORO They would watch the third والله فى الشي سلاكان بس يمكن كانت دولي يعان أنه لا أجدت كلمة يمكن مؤكيت Y'allah يلا صلاح 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 يا برناردو طلع أوفرمارس والله سيء جدا أوفرمارس بالنسبة لآيكون ونزل بابي بعد الهدف نتلقى خلينا ننزله والله رعيبة ما فيني عرقل المشكلة اللعب أخذ انذار أي عرقلة شوفوا الثاني أخذ انذار الحمد الله مستعيم ما فيني عرقل ما فيني عمل أي شيء بس أتفرج عليه هو عم يمر أوكي حلو 98 ماردونا يعني تقريبا مثل هدفي أنا الثاني هيك أجت بلاعب وبعدين كمله بالمرمى يهيل أنه ماردونا عم يحط رأسيات يا الله لا يهرب عليكم لا يهرب عليكم تشوف السرعة يا والله سريع ما متوقف ولا عم يحط عليه جسم حتى كمان أيوة مو نفس القول ماشي مو نفس القول أي أنا يا حبيبي нь يا يا السلام في حالك؟ جلا، جلال جلال يا صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم يا صلى الله عليه وسلم في نفس الأرض لم يكن هناك خليفا que لكم أنت من الرجل مالك بالكذب؟ جد للمتابة أنا سأكون لدي هل أعطبه أنت من الأرض أنت من تج Shape كان لديهم بارك وين هم بابي؟ وين هم بابي؟ وين هم؟ انا ما عملت اي شي، انا ما عملت اي شي، عطيه تحية بس، عطيه تحية، انا ما عملت اي شي، العايبة تكفلت بالموضوع كله اخفاق كبير من اللاعب بعد الكبير ما بعرف شو اللي صار بالضبط، هداف جدا اسطوري والله اه ها لا يروح كيك اوف يا حبيبي والله عم بقطع الوي، صلاح، 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 روح، 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 اخر فرصة الوي، صلاح اه يا حارس، اه يا حارس هلوي، هلوي مبابي؟ حرم عليك، والله صده، ديئة خمسين صارت، اوكي، شوف وين طلع الحارس، شوف شوف بيصفر الحكم، وبيت الشط الاول، والله القول تعالى، ده مباركي، بس يلا الحمد لنا متقدمين، لانو حصياتنا افضل، شوفوا، تلتشر تزديدة مقابل خمسة فالمفروض يعني نكون متقدمين، خلينا روح الشط تاني فورا لأن الجهود لا تختم بصالح الفريق humor يا جماعة، اللعابي كلها متحط التوسكية على عادي العبتي؟ شو الكلام هاد؟ ولكنه كان فيه فيزيگل لند علبتي؟ ووو، لا لا لا، انتبهوا انتبهوا، انتبه، انتبه، انتبهوا، 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 إلى الشيلي يا ولد، commen ش! سرعة سرعة ولكن سرعة واحدة مقرد المحتاط كابvas مباشرة هيا مرة أخرى أعودو عليك سجلت هدف كمان فقد قلت بكاحال إنه حسن المباراة لكنها مرتادات مطابعية فنركز فقف نغيرها فاكلك أنه مبيعي طيب، أنا حرك اللاعب على أساس أن أقتار ايوه 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 يا حبيبي شو هاد المرضون اضايع هاي يا رب الله ياخد الكيك اوفن بابي تيم اوف دايير احلام في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات كرم بيني خلف المتافعين تركز كبير من حارس المرمى في الاختة الماضية هل أنت روبين؟ اوكي اوكي ليو ميسي سلام يا سلام عليك يا ليو اعطي باص ومبابي ايه يا حبيبي هاي الاهداف اوه والله صعب المباراة صعبة صعبة هو معنا عم يهجم كتير بس من الكل هجم نقول اذا بيرجع بيعمل نفس المراوغة راح انتحر خلص ايه في لغ ايه ايه متوقع وبترجع له طيب اوكي والله محرك الحارس مستحيل الكراب شيل يا ولد اخيرا متنتهي المباراة والله مباراة صعبة ما عم تجي هجمات بس كل ما بيهجون بسجل هاي هذا الشي اللي عم يدايقني اوكي مبابي نجم المباراة 9.5 والله بيستاهل مبابي بصراحة قد اللي عليه وزيادة سجل هدفين صلاح سجل هدف وبرناردو سلفا صنع هدف وميسي صنع ثلاث اهداف يعني اللي ما اسجل صنع بمعنى اصح صراحة مباراة كانت حلوة لكن لدياني فيها الدفاع كان سيء ما بعرف ليش هاي هجماته 8 تسديدات عن مرمى سجل 4 اهداف نحنا 7 تسديدات سجلنا 5 اهداف ومجمع التسديداتنا يعتبر اعلم منه دقة تمرير نفس الشي وفرق بالسيطرة واحد لالله لكن بشكل عام احصايات كان فيها افضلية بسيطة لانه وبالتالي حسننا انه نحسم هاي المباراة فهيك تستطيع ان نوصل للنهاية هذا المقطع اللي عجبني ان نسجلنا يعني ثلاث اهداف من اللعيبة اللي هن المرشحين وغير عن هيك ما استصنعت الهداف بصراحة كان شي جدا اسطوري مباراة كانت حلوة واستمتعنا فيها وكان فيها تسع اهداف وخلال تسعين دقيقة يعني تقريبا هدف كل عشر دقيقة مباراة جدا حلوة واستمتعنا فيها فهيكنا نرؤون ووصلنا لهات هذا المقطع لا ترسوا اللايك واشتركوا بالقناة ووصلوا عشرية الف لايك مش هننزلكون تحدي الجديد فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله اشتركوا في القناة